حقيقة نعم كما وصفت جنوني لكن فيه أسباب كثيرة لهذا الارتفاع حقيقة اجتمعت مع بعضها فيه سبب استراتيجي أنا أحب أسرده في بداية الأمر اللي هو انخفاض قيمة الليرة التركية اللي تم اعتمادها في مناطق شمال سوريا وبالتالي نتيجة اعتماد الليرة التركية نتج عن ذلك ارتباط الاقتصاد اقتصاد هذه المناطق بالاقتصاد التركي في المناطق التي خرجت عن سيطرة الأسد هذا الأمر انخفاض الليرة التركية أثر على القوة أو القدرة الشرائية للسكان هذه المناطق النتيجة النهائية صار في استيراد للتضخم التركي إلى مناطق الشمال السوري يعني صار في عنا تضخم مستورة وبالتالي لا يوجد خطوات مقاومة لهذا التضخم خلينا نروح على الأسباب الأخرى اللي هي أولا كمان يعني بعد السبب الرئيس هداك استراتيجي اللي ذكرت لك يا السبب الثاني هو الزلزال المدمر الزلزال المدمر تأثر كتير الجانب التركي والجانب السوري بالزلزال وكمان صار فيه تقطيع أو تقطع بالطرقات لعدد أيام من بينها توقف مؤقت لعمل المعابر اللي تعتبر شريان الأهم للشمال السوري أيضا المصدر الأساسي للمواد الغذائي هذه المعابر وبعض الفواكه والخضروات أيضا هذه الزلزال وتوابعه أيضا أثر هو سبب رئيسي كمان في ارتفاع الأسعار المواد الغذائية هذه الزلزال نتيجته صار في زيادة في الطلب على المواد ليش؟ لتجهيز السلل الغذائية والمساعدات الإنسانية للعائلات المتضررة التي بلغت عشرات ألاف من العائلة رابعا السبب الرابع والمهم الآن هو قدوم شهر رمضان اللي هو من المفترض أن تزداد البركة وتتحسن معاملة التجار والمستوردين والمنتجين لكن للأسف صار العكس يعني هؤلاء أصبحوا يعتبرون أن شهر رمضان هو شهر الأرباح وموسم مهم لهم لتحقيق الربح وزيادة رأس المالهم وأرباحهم فعمدوا إلى مضاعفة أسعار المواد ومضاعفة هوامش الربح مستغلين الحاجة حاجة الناس للمواد الغذائية وحاجتهم لتكوين السلة الرمضانية ما لا أستطيع إغفال جانب الاستغلال والاحتكار أحيانا الذي يمارسه بعض أو كثير من التجار على السكان من خلال رفع أسعار المواد أو الأسلع التي يستوردونها أو ينتجونها إذن يعني أستاذ حيان سمح لقاطعك رغم التضخم ورغم الأسباب التمويني والسياسات التسعيرية من قبل الحكومات المسيطرة في الموادق الشمالية يعني رغم التضخم ورغم الأسباب التي حضرتك ذكرتها حول ارتفاع الأسعار إلا أنه حسب ما ترى بأن التجار رفع الأسعار غير متوافق نسميا مع التضخم صحيح؟ لا لا على الأطلاق أول شيء جاءنا التضخم الذي هو باختصار ارتفاع الأسعار فوق هيك صار فيه زيادة أخرى من قبل التجار من خلال مناء الاحتكار ومن خلال زيادة هوامش أرباحهم واستغلالهم لقدوم شهر رمضان واستغلالهم لحاجة الناس لتكوين أو لتشكيل أو لشراء السل الرمضاني وتجهيزها لشهر رمضان برأيك هل اللوم يقع اليوم فقط على التجار بمسألة رفع الأسعار؟ على الأطلاق على الأطلاق مو فقط ألقى التاجر أنا لست ضد أن يربح لكن يجب أن يكون هناك ضابط لربح هذا التاجر الذي هو السلطات والحكومات المسيطرة زيادة الرقابات على التجار منح تجار آخرين لإنتاج سلع منافسي يعني تشكيل جو من المنافس وتهيئة جو المنافسة في السوق عشان المستهلك ما يجبر لشراء سلعة محددة وما يحتكرها التاجر إذن التجار وأيضا السلطات المسيطرة على تلك المناطق أيضا هما شركان في مسألة التضخم ورفع الأسعار طيب سيد حيان يعني برأيك ما هي الحلول ما هي الحلول الاقتصاديا اليوم التضخم هو وارث من قبل هو شوف لك لحط النقاط على الحروف هم سبب في ارتفاع الأسعار الغير مضبوطة أما التضخم فهو أمر عالمي وتركيا تحديدا نحن كمنطقة الشمال السوري تم استيراد هذا التضخم من تركيا إلى الشمال السوري نتيجة ربط الاقتصاد اقتصاد هذه المنطقة بالتركيا إنما التجار والسلطات والدوائر الحكومية المسيطرة هم عليهم أو اللوم بالتحديد على الحكومات والرقابة والتموين لزيادة فاعليتهم في الأسواق وزيادة رقابتهم على التجار ومنح منح الاستثمار أو تسهيل الاستثمار لتجار آخرين لإنتاج مواد من نفس المواصفات لتنافس في السوق ويكون المستهلك أمامه خيارات متعددة للشراء واضح سيد حياني اليوم في ملاطق شمال غرب سوريا كم يصل دخل الفرد وسطيا وكيف يقدر يواكب ارتفاع الأسعار كيف يمكننا أن نقول هذا الارتفاع الجنوني نعم هلأ الفئة أو الشريحة الأكبر في الشمال السوري هم شريحة المحدودية الدخل محدودية الدخل العمال العمال حاليا فيه عمال يشتغلوا 7 أو 8 ساعات في اليوم مقابل راتب أو أجر يومي 30 أو 35 أو 50 بأحسن الأحوال هذه الخمسين ليرة هذا العامل إذا كان عائلته مؤلفة من خمس أشخاص وسطيا خمس أشخاص هذه الخمسين ليرة لا تكفي لشراء الخبز والسكر والمي هذه الشريحة الأوسع التي تمثل الموجودة في الشمال السوري بالشرائح الأخرى ممكن يزداد ممكن يكون موظف في مؤسسة عمومية أو في منظم مجتمع مدني أو يكون عنده مشروع خاص أو شريكي أو إلى آخره نحن يجب أن نتكلم بلسان الشريحة الأوسع التي هم أصحاب الدخل المحدود العمال التي أجورهم اليومية تتراوح ما بين 30 و 50 هؤلاء أنا أنصح هؤلاء بداية وصار كذا مرة على أكثر من منصة أنصحهم بتشكيل نقابي للعمال نقابي لهم تتمثل بمجلس إدارة وينتموا لها هؤلاء العمال ليش؟ لتنظيم النقابي بتعمل على تنظيم أمورهم وعدم استغلالهم من قبل الشركات والدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحديد الحد الأدنى للأجور طبعاً هذه النقابي المفترض أن يكون بينها يكون تنسيق بينها وبين الحكومات المسيطرة والحيئات والحكومات بشكل عام هذا بالنسبة للعمل أيضاً سيد حيان هناك المئات من أرباب العائلات اليوم في مناطق شمال غرب سوريا يعانون من البطالة اليوم في نسب ارتفاع بطالة شديدة في تلك المناطق يعني برأيك كيف يجب أن يتمحل هذه المشكلة؟ هذه مشكلة كبيرة أيضاً موضوع البطالي لا يمكن حله إلا عن طريق زيادة الاستثمار والاستثمار يحتاج إلى تهيئة البنية التحتية والبيئة الأمنة للاستثمار ولجلب رؤوس الأموال التي هاجرت بداية من الحرب إذن جلب رؤوس الأموال يحتاج لتهيئة بيئة استثمارية البيئة الاستثمارية تنتج عنها تشكيل المصانع والمعامل والشركات والمنشآت والمشاريع وإلى آخرين هذه المنشآت والمشاريع والمنظمات الأعمال تحتاج إلى يد عامل وبالتالي البطالي تنخفض وتنخفض باستمرار نتيجة إيش؟ نتيجة الاستثمار ونتيجة المنشآت المنشآة حديثة لكن قبل ذلك يجب تحييئة الظروف البيئية هذه أولاً ثانياً يقع على عاتق المنظمات المجتمع المدني تخصيص هذه الفئة ومساعدتهم عن طريق زيادة التنمي ومشاريع التغذية الاعتماد ليس فقط على السل الغذائي إنما تحريك هؤلاء هذه الشريحة العاطلة عن العمل تحريكهم عن طريق تزويدهم بمشاريع متنهيد صغر التي يكون رؤوس رأس مال هذا المشروع لا يتجاوز الألف دولار وبالتالي العامل أو العاملين يمكن أن يقوموا بمشروع استثماره يجب على منظمات المجتمع المدني الاستهداف هذه الشريحة ومساعدة هذه الشريحة والتركيز على هذه الشريحة من أجل النهوض في المجتمع وتخفيض نسبة البطالة طيب سيد حسان عبد المختم معك كنظرتك الاقتصادية اليوم إلى أين تسير الأمور برأيك؟ ما الذي ينتظرنا في المستقبل؟ بداية أسمي حيان وليس حسان سير في المستقبل أنا أرى هناك خطوات إيجابية حقيقة تصير في الشمال السوري من خلال جلب الاستثمارات من خلال تهيئة بيئة استثمارية لكنها ليست على المستوى المطلوب لكن هناك عمل جادة في تصليح طرق في إنشاء معامل في إنشاء مدن صناعية أحدثها المدينة الصناعية اللي فيه بالقرب من باب الهواء هذه من شأنها خطوة إيجابية جدا وجيدة لزيادة الاستثمار وتخفيض نسبة البطالة الموجودة في الشمال السوري هناك خطوات جدية لكن نحتاج إلى خطوات أوسع من قبل أصحاب رؤوس الأموال الموجودين خارج البلاد ونحتاج إلى إجراءات أو خطوات جريئة من قبلهم للعودة إلى الاستثمار في الداخل السوري يعني هذه الاستثمارات كفيلة بأن تنهض بهذا المجتمع لا أغفل موضوع الحل السياسي والعمل الجاد من قبل الدول الإقليمية والدول العالمية لحل المشكلة الأساسية التي تسببت في هذا الفقر وتسببت في البطالة الموجودة النسبة العالية منها وتسببت في الهجرة وتهجير القصرة وتدمير المنازل وإلى آخره هذه المشكلة الأساسية المعضلة الأساسية التي تسببت في انهيار الاقتصاد السوري سواء عند ملاطق النظام أو في الشمال السوري هذه يتطلب خطوات حقيقية من الدول الأصحاب القرار لإزالة هذا النظام الفاجر المجرم نظام أسد وميليشياته الداعمة